غير النبي ربما تكون رؤياه أضغاث أحلام أو تحديث شيطان فإذا كان من الخطأ في المنهج اتخاذ الرؤى هاديا ودليلا يتبسم به المرء طريقة ويتبصل به الحق فإن من الخطأ كذلك أن نسارع في تصديق كل ما يحكى لنا من الرؤى هذه طرفة دخل أحدهم على رجل له مركز القرار قال له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليك ويأمرك أن يكون لي عندك عمل في وزارتك فكان هذا الوزير زكيا قال له أنت متى رأيت الرؤية قال له في الساعة الثانية عشر ليلا قال إني رأيته في الساعة الرابعة يقول له هذا كذاب لا تصدقه معنى ذلك قضية ليس لها ضابط كل إنسان قد يدعي رؤية لم تكن لها أصل كان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح هو سيد الخلق لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح وأما بعد النبوة فرؤياه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى رؤياه وحي يوحى وهو المعصوم من تلاعب الشيطان والذي تنام عينه ولا ينام قلبه ومع هذا كله فإليكم شاهدا من سيرته وهذا أربطه بمطلع الخطبة السابقة إن سيرته صلى الله عليه وسلم منهج كامل أما الشاهد فإنه لما حشدت قريش رجالها وخرجت في غزوة أحد لتسأر لقتلها في بدر استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أيخرج إليهم أم يمكس في المدينة لأن الله عز وجل أمره فقال وشاورهم في الأمر مشاورة أصحابه منهج وأمر إلهي وكل أمر إلهي يقتضي الوجوب استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أيخرج إليهم أم يمكس في المدينة وأخبرهم أنه رأى رؤية وما رؤياه إلا من الوحي رؤيا النبي وحي قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ورأى رؤية ملخصها قال رأيت بقرا تلحر ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أني قد أدخلت يدي في درع حصينة فتأول عليه الصلاة والسلام البقرة بنفر من أصحابه يقتلون وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول الجرع بالمدينة استشارهم وعرض عليهم رؤياه ورؤياه وحي فكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها فإن دخلها المشركون قاتلهم المسلمون على أفواه الأذقة والنساء من فوق البيوت فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك وقال بعض الأنصار والله يا رسول الله ما دخلت علينا في الجاهلية المدينة أفتدخل علينا في الإسلام وأبى أكثرهم إلا الخروج عرض عليهم رأيه وعرض عليهم رؤياه فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثرهم يريد الخروج قال عليه الصلاة والسلام فشأنكم إذن إذن نخرج ثم نهض ودخل بيته ولبس لأمته أي درعه وخرج عليهم فقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة ففعل فقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا الآن ألا نتردد التردد مرمد التردد آفة كبيرة فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي بنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وخرج أصحاب النبي إلى أحد ماذا فعل النبي اعتمد المشورة ثباتا منه على المنهج الذي ارتضاه له ربه وترك العمل بإيحاة رؤيا تلك ودلالاتها فلم تصنه رؤياه عن الخروج للقتال ولم يغرى بها ترك رؤياه ونفذ مشورة أصحابه إذن ما شأن الرؤيا في حياة المؤمن بشارة أو إنذار لا يمكن أن يبنى على الرؤيا حكم شرعي ولا موقف سلوكي ولا فعل أو ترك فعل بشارة أو إنذار ليس غير أيها الإخوة الكرام إنما دفع النبي للخروج مشورة أصحابه لما استشارهم ومشايعة منه لرغبتهم في الخروج وترك الرؤيا تدور مدار الإنذار والتبشير إن الثبات الذي لم تصرفه الرؤيا عن التزام المنهج الصحيح والانقياد له هو الثبات الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنى عليه القرآن فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت القول الثابت القرآن المنهج الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا شاهد أول ممن الرؤيا من سيد الخلق هي نوعا من الوحي نوعا من الأمر ومع ذلك أخذ الأمر القرآني في قوله تعالى وشاورهم في الأمر وترك الرؤيا التي هي بمثابة وحي غير متلو أيها الإخوة الكرام أما الشاهد الثاني فإنه عليه الصلاة والسلام قري في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطاف أصحابه واعتمره وحلق بعضهم وقصر بعضهم الآخر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ففرحوا بها فرحا عظيما فهي تلك الرؤية التي عناها الله بقوله لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمينين ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه عام الحديبية إلى مكة يريد العمرة وما كان أصحابه يشكون لحظة واحدة أنهم سيعتمرون عامهم تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقع من أمر الصرح مع المشركين بالحديبية ما وقع وما اقتضاه ذلك الصرح من أن يرجع المسلمون عامهم ذلك من غير عمرة على أن يعودوا من قابل سقل ذلك على المسلمين كثيرا وعز عليهم أن يرجعوا إلى المدينة من غير أن يتطوفوا بالبيت الحرام حتى ذهب عمر وتعلمون من عمر يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له أولست يا رسول الله تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به اتفاق خلاف الرؤيا ألم تحدثنا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام بلى هل أخبرتك أنك تأتيه العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به ونجد أيضا في هذا الشاهد أن رؤياه صلى الله عليه وسلم لم تكن لتصرفه عن منهجه الذي التضاه لنفسه وأراد أن يربي عليه أصحابه وأمته من ذلك حسن النظر في العواقب وتقدير المصالح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في الصلح رضي به وانقاد له غير آبه بشيء من الرؤيا التي رأاها ولم تكن الرؤيا همه ولم تكن غاية يسعى لتحقيقها ولم تكن أفعاله خاضعة لدلالتها ومغتضاها وإنما ترك تأويل رؤياه يأتي اتباعا من الطريق الذي نهجه والتزم سلوكه وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا في حدودها ومكانها اللائق بها فهي عنده دقيق الآن فهي عنده مبشرة لا موجهة تبشر ولا توجه لا يمكن أن يبنى على الرؤيا موقف ولا حكم شرعه بل إن الفقهاء يقولون من رأى رسول الله يأمره بخلاف منهج الله ترد الرؤيا ويسقط الشرع ديننا دين منهج قويم دين حكم شرعي دين نص صحيح وليس دين كرامات ولا منامات الكرامات الكرامات بشارة بينك وبين الله يمنع أن تذكرها يمنع أن تتحدى بها المعجزات أمر الأنبياء أن يتحدوا بها قومهم لأنها برهان على أنهم رسله أما الولي كرامته فيما بينه وبين الله إشعار داخلي ممنوع أن تلقى على الملأ ممنوع أن يتاجر بها ممنوع أن تكون سببا لموقف أو لحكم شرعي أيها الإخوة الكرام والله الذي لا إله إلا هو أنا لا أتكلم من فراغ سمعت مئات المنامات والرؤى وكأنها مثبتة للعزائم وكأنها مدغبغة للأحلام وكأنها نشوة وموهومة يعيشها الإنسان ويجترها والواقع هو الذي ينبغي أن نتعامل معه أيها الإخوة الكرام شيء دقيق أحب أن يكون بين أيديكم رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت قبل قليل جزء من الوحي فكيف برؤيا غيره أنا أتحدث عن من عن سيد الخلق وعن حبيب الحق عن المعصوم الذي لا يخطئ عن رؤياه التي هي وحي يوحى ومع ذلك أخذ بمنهج ثابت ولم يأخذ برؤياه التي رآها هو فكيف برؤيا غيره الآن أن دخلنا إلى رؤيا غيره التي ربما كانت أضغاث أحلام وربما كانت تحديث الشيطان غير النبي ربما تكون رؤياه أضغاث أحلام أو تحديث الشيطان فإذا كان من الخطأ في المنهج اتخاذ الرؤى هاديا ودليلا يتبسم به المرء طريقة ويتبصل به الحق فإن من الخطأ كذلك أن نسارع في تصديق كل ما يحكى لنا من الرؤى هذه طرفة دخل أحدهم على رجل له مركز القرار قال له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليك ويأمرك أن يكون لي عندك عمل في وزارتك فكان هذا الوزير زكيا قال له أنت متى رأيت الرؤية قال له في الساعة الثانية عشر ليلا قال إني رأيته في الساعة الرابعة يقول له هذا كذاب لا تصدقه معنى ذلك قضية ليس لها ضابط كل إنسان قد يدعي رؤية لم تكن لها أصل نحن تحدثنا عن رؤية النبي إذن الموقف الأول ينبغي أن نأخذ بالقول السابت وهو القرآن وينبغي أن نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام المبينة لأحكام القرآن هذا الموقف الأول الموقف الثاني أنا لست مكلفا أن أصدق أية رؤية إلا ما ورد بها نص صريح في القرآن أو السنة الموقف الثاني لا ينبغي أن أصدق أية رؤية أنا ملزم بتصديق الرؤية التي وردت في القرآن أو في سنة النبي العدنان وما سوى ذلك أصدق أو لا أصدق على نزاجي إذن من الخطأ أن نسارع في تصديق الرؤية لذلك أصبح اشتغال الناس بالرؤى والأحلام وتأويلها أكثر من اشتغالهم بالعمل الذي يواجيون به حقائق الواقع الأليم يقول عليه الصلاة والسلام وهذا قول في صحيح البخاري متفق عليه في الصحيحين الرؤية الصالحة جزء من ست وأربعين جزء من النبوة متفق عليه وبقوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى بعد من النبوة إلا المبشرات فقالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له متفق عليه في هذين الحديثين إن شاء الله موقع آخر في خطة أخرى سياق الخطة اليوم ألا تتخذ الرؤية منهجا للعمل أيها الإخوة الكرام قد نرتاب كثيرا في أن تكون كل المرويات من أحلام الناس اليوم هي من جملة الرؤى الصالحة المبشرة قد تكون أوهاما وقد تكون حديثا للشيطان وقد تكون أبغاث أحلام فسمت أمور أيها الإخوة تدفعنا للتريس كثيرا وتصرفنا عن تصديق كل ما يروى من الأحلام وبما يحكى من تأويلها الأمر الأول أن يكون المرء الذي نسبت إليه تلك الرؤية كاذبا أول احتمال أن تكون هذه الرؤية كاذبة وليس هناك من دليل على تصديقها فقد يتحلم المرء بحلم لم يره يتحلم يدعي يكذب بحلم لم يره وهذا احتمال وارد والوعيد في ذلك شديد يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل يعني كلف تعزيزا وكلف شيئا مستحيلا كما قال شيئا مستحيلا من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ثم إننا انفرضنا صحة الرؤية وأن صاحبها صابق فثمت أمر آخر يرد عليها وهو كون ذلك الحلم من قبيل حديث النفس الإنسان له حاجات قد لا تتحقق في عالم الواقع تتحقق في عقله الباطن في الليل فما حرم منه في النهار يراه في الليل والذليل من نام في حالة عطش ماذا يرى في الليل يرى يشرب الماء البارد يرى أمام شلال هذه كلها أحلام نابعة من حاجته إلى الماء إن لم تكن هذه الرؤية رؤية من الله فهي من حديث النفس أو من حديث الشيطان أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام أثبت في قوله صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاثة رؤية صالحة بشرى من الله ما قال منهج عمال بشرى والرؤية من تحزين الشيطان والرؤية مما يحدث به الرجل نفسه أخرجه الترمزي بسند صحيح إما من الرحمن وإما من حديث النفس وإما تحزين من الشيطان لو أننا سلمنا أن هذه الرؤية من حديث النفس فسمة وارد يمنع أن تستخفن هذه الرؤية فنسارع إلى تصديقها واستظهار الغيب بها وهذا الوارد هو احتمال خطأ المعبر الرؤية صحيحة ليست من حديث النفس وليست من حديث الشيطان رؤية من الرحمن من أنبأك أن هذا التأويل صحيح التأويل اجتهادي والاجتهاد يخطئ ويصيب والدليل رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رأيت رؤية ثم قصها عليه في حديث طويل فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتأذن لي أن أعبرها له سيدنا الصديق ما طلعت سمس بعد رجل على رجل أفضل من أبي بكر فأبن له فعبرها ثم قال يا رسول الله أخبرني أصبت أم أخطأت فقال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا من هو الصديق الصديق أخطأ في تعبير الرؤية لو سلمنا أنها صحيحة مئة في المئة قد يكون التعبير مخطئا الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت قال له يا ملك الموت كم بقي لي من عمري أشار إليه بأطابعه الخمس فاكذا فاستيقظ اشتد قلقه أهي خمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أيام أم خمس ساعات أم خمس دقائق ذهب إلى الإمام ابن سيرين فيما تروي القصص قال يا إمام رأيت كذا وكذا أخبرني قال إن ملك الموت يقول لك إن هذا السؤال من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله هو فهمها فهما مغلوطا وهو الإمام مالك فجاء التأويل هذا السؤال الذي سألته ملك الموت من خمسة أسئلة لا يعلمها إلا الله أيها الإخوة الكرام قد تكون الرؤية من حديث النفس وقد تكون من حديث الشيطان وقد تكون رؤية لكن صاحبها أخطأ في تعبيرها ولا يمكن أن يبنى موقف ولا حكم شرعي على الرؤية أيها الإخوة الكرام هناك سنن أروي لكم بعضها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولا مليون رؤية تغير هذه الآية آلاف الرؤى رايات ورايات ونار تخرج من هنا وهنا وأحاديث ضعيفة تدغضغ عواصف الناس ويرتحون لها معنى النصر قريب هم لا يعملون شيئا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولا مليون رؤية تغير هذا القانون إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإن لم ننصره ولا مليون رؤية تغير هذه الحقيقة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا مليون رؤية تغير هذه الحقيقة أيها الإخوة الكرام كن منهجيا كن متبعا لمنهج الله في كتابه وسنته تعلق بالقوانين تعلق بالسنن الثابتة تعلق بأشياء صرح بها القرآن وبينها النبي العدنان ودعك من الخرافات والترهات والأقاويل والأوهام والرؤى والأحلام فإنها إن كانت صحيحة فهي مبشرة وليست موجهة إن كانت صحيحة فهي بشارة أو إنزار فيما بينك وبينها فقط نحن معنا منهج من الله عز وجل